كما وصلت الدول والمنظمات والهيئات العربية والدولية تأكيد على تضامنها التام مع مملكة البحرين في مواجهتها لكافة الأعمال الإرهابية فقد أكدت جمهورية اليمن في بيان لها عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتفجير الإرهابي من قبل القوى التي تسعى لزعزعة الاستقرار في المنطقة وتستهدف دولها لتحقيق أطماع التوسع الإيراني مؤكدة وقوفها مع البحرين ضد كل المؤامرات التي تحاك ضدها وتأييد كافة الإجراءات التي تتخذها لضمان أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها كما دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة التفجير الإرهابي الغاشم وأعربت عن تضامنها التام مع حكومة مملكة البحرين في مواجهتها لكافة الأعمال الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة أمنها واستقرارها وترويع المدنيين الأبرياء والإضرار بالممتلكات العامة وأشادت المنظمة بإجراءات السلامة التي اتخذتها البحرين لاحتواء أثار الحريق والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم في المنطقة مؤكدا في الوقت ذاته موقف المنظمة المبدئي والثابت الذي يدين بشدة الإرهاب بكافة صوره واشكاله في الوقت نفسه دان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل فهم السلمي العمل الإرهابي الجبان مؤكدا تضامن البرلمان العربي التام مع البحرين ودعمه للإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها مشددا على أن هذا العمل الجبان لينال من عزيمة ملك وحكومة وشعب البحرين في اجتثاث الإرهاب والقضاء على داعمه ومموله شكرا